اذا ما تدبرنا في القرائن التي مر ذكرها قرينة البداء ومراد من ذلك إمكان حدوث البداء مثل ما مر الكلام في الحلقات المتقدمة قرينة البداء قرينة الظهور المباغت المفاجئ قرينة التيه الشيعي وقرينة الانتظار الثقيل إذا تدبرنا في هذه المضامين وقد ورد الكثير من كلماتهم صلوات الله عليهم في هذه الأنحاء والأحناء من المضامين فهناك ما يشير إلى إمكان تحقق وحدوث البداء في تفاصيل الشؤون الشؤون المهدوية وخصوصا ما يرتبط بتفاصيل السيناريو الثاني سيناريو القربان وهناك من الأحاديث ما يخبرنا بشكل واضح وحتى من الآيات بتفسيرهم ما يخبرنا عن الظهور المباغت والمفاجئ وهناك الكثير من مضامين الآيات والروايات فيما يرتبط بالتيه الشيعي زمان غيبة القائم صلوات الله وسلامه علي فضلا عن المضامين الكثيرة التي توحي إلينا بانتظار ثقيل سيكون أمامنا كلما قاربنا عصر الظهور الشريف وإنما يكون ثقيلا لأنه انتظار معتم وإنما يكون معتما بسببنا بسببنا وبسبب مواقفنا وبسبب ما يصدر منا فهناك توقع أكيد أن السيناريو الثاني سيناريو القربان سيلملم أطرافه وامتداداته سيناريو وستكون حركة المشروع المهدوي باتجاه السيناريو الثالث إنه سيناريو اليوم الأخير لو لم يبقى من عمر الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم كي يقوم قائم آل محمد صلوات الله وسلامه وسلامه عليهم أجمعين إذا ما تدبرنا وتفكرنا في كل تلك التفاصيل فإن توقعا واحتمالا في غاية الشدة والقوة سيظهر لنا من أن الواقع الشيعية يتحرك باتجاه السيناريو الثالث إذا أضفنا قرينة خامسة ما يرتبط بالعلائم والأحداث والوقائع التي تشير إلى أن العمر الافتراضي للدنيا يكاد أن ينتهي حينما أتحدث عن العمر الافتراضي للدنيا أنا لا أتحدث عن نهاية للعالم مثل ما يتحدثون دنيانا هذه لها عمران العمر الأول ما عنونا بجولة بجولة الباطل بدولة إبليس والعمر الثاني ما عنونا بدولة الحق بدولة محمد وآل محمد فارق كبير بين المنطقين بين هذا المنطق الذي أتحدث به وبين منطق أولئك الذين يتحدثون عن نهاية مأساوية للعالم العمر الافتراضي الذي أتحدث عن هو عمر الدنيا في فترة جولة الباطل دولة إبليس هذه المصطلحات ما هي من نحتي هذه المصطلحات مأخوذة من كلماتهم الشريفة بشكل مباشر فمنذ أن نزل أبونا آدم وأمنا حواء ونزل إبليس ثالثا معهما إلى الأرض بدأت دولة إبليس إنها دولة إبليس التي تمتد من يوم نزوله إلى الأرض إلى الوقت المعلوم فهذه جولة الباطل هذه دولة إبليس حين أتحدث عن الوقت المعلوم فإن الوقت المعلوم يبدأ من لحظة ظهور إمام زماننا لكنه يأتي متدرجا فهناك هلاك للمشروع الإبليسي عند ظهور إمام زماننا لكن الهلاك الكامل التام سيكون زمان الرجعة العظيمة وقد حدثتكم عن هذا المطلب في مجموعة حلقات هذا هو الحسين لا أريد أن أكرر الكلام المتقدم العمر الافتراضي للدنيا يبدأ من زمان نزول أبينا آدم إلى الأرض إلى زمان الظهور حيث ينتهي العمر الافتراضي المعنون بجولة الباطل ويبدأ العمر الافتراضي المعنون بدولة الحق وهو عمر طويل وطويل جدا لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم واحد فإن الحديث هنا عن العمر الافتراضي الأول وبعد ذلك سيبدأ العمر الافتراضي الثاني والبداية من أول يوم من أيام الله فإن الله سيطول ذلك اليوم نهاية العمر الافتراضي نتلمس شيئاً من أحداثها نتلمس شيئاً من الوقائع ومن الأحداث التي تشعرنا من أن الوقت يكاد 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 من أفعال المقاربة فأنا لا أعلم الغيب وإنما أتحدث من خلال التدبر والتفكر في مضامين الثقافة المهدوية التي أخذتها من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم نحن إذا وجهنا أنظارنا إلى أرضنا إلى الطبيعة من حولنا منذ سنة 2000 للميلاد وهناك تغيرات واضحة جدا في عالم الطبيعة من حولنا تغيرات هائلة في المناخ من حولنا وهناك تغيرات فيما يرتبط بأحوال اليابشة وبأحوال البحار والمحيطات الكوارث الهائلة الهائلة عددا والهائلة بتفاصيلها وبمجرياتها وبطول مدتها ما عاشه الناس منذ سنة الألفين للميلاد وإلى زمان الكورونا ومنذ بداية زمان الكورونا وإلى الآن هناك تغير واضح هناك تقلب واضح في المناخ الذي تعيشه الأرض تعيشه الطبيعة وهناك الكوارث الطبيعية بكل أشكالها بكل ألوانها في اليابسة وفي المنطقة الرطبة في البحار والمحيطات الكوارث بعدها الكوارث عددا كما ونوعا وكيفية هذا إذا وجهنا أنظارنا إلى الطبيعة من حولنا أما إذا وجهنا أنظارنا إلى ما يجري فيما بين سكان الأرض من اختلافات شديدة ومن اصطدامات واستكاكات فيما بين الحكومات والشعوب إن كان السبب من الحكومات أو كان السبب من الشعوب هناك اختلافات واستدامات واستكاكات فيما بين الحكومات والشعوب فيما بين الحكومات والبلدان فيما بين المجموعات والفرق والأحزاب فيما بين السياسيين وطلاب الزعامات السياسية الدينية الاجتماعية فيما فيما يرتبط بكل أنواع الزعامة في هذه الحياة أتحدث عن الحياة الترابية الأرضية التي نعيشها على هذا الكوكب إذا وجهنا أنظارنا إلى الحياة الشخصية الفردية لبن البشر فإن الحياة اليومية قد تبدلت العلائق فيما بين الأقارب فيما بين الأسر بل فيما بين أفراد الأسرة الواحدة قد تبدلت تغيرت العلائق وتغيرت طبيعتها تفاصيل الحياة تغيرت كثيرا منذ سنة الألفين للميلاد وإلى هذه اللحظة الحالات النفسية لبن البشر على اختلاف أديانهم وبسبب اختلاف وتشتت الحالات النفسية لبني البشر تجددت في حياة الناس أشكال جديدة من الجرائم لم يعهدوها من قبل وهناك هوة سحيقة فيما بين الأجيال شيء طبيعي هناك فارق فيما بين الأجيال ما بين جيل جدي وأبي هناك فارق قد يصل إلى عشرة بالمئة وكذلك فيما بين جيلي وجيل أبي ربما يزداد هذا الفارق شيئا يسيرا لكن فيما بين جيلنا وجيل أبنائنا فيما بين جيلنا وجيل أحفادنا في قادم الأيام فإن الفارق بدرجة مئة بالمئة لن تستقيم الحياة بشكل صحيح مع كل هذه التفاصيل فحينما أقول من أن العمر الافتراضي للدنيا يكاد أن ينتهي أنا لا أتحدث عن نهاية للعالم مثلما يتحدث عنها المنجمون أو مثلما تصورها لنا الأفلام السينمائية التي تدور مضامينها حول نهاية العالم أنا أتحدث عن أن الحياة تفقد بريقها عن أن الحياة تفقد قيمتها عن أن الحياة لن تجري مجاريها مجاريها بما يفترض أن تكون عليه ولو في أدنى المستويات فإن الحياة ستتلاشى قيمتها ومن هنا مثلما مر علينا يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء لما يراه من كلب الناس ومن أكل بعضهم بعضا هذا هو الذي أقصده من نهاية العمر الافتراضي لحياتنا الدنيوية مثلما ذكرت لكم قبل قليل إذا يممنا بأنظارنا إلى الطبيعة من حولنا وإذا توجهنا نراقب ما يجري فيما بين الحكومات والشعوب فيما بين الدول والبلدان بل فيما يجري في داخل الأسرة الواحدة كل التفاصيل في حياتنا اليومية منذ أن نستيقظ حتى ننام ومنذ أن ننام حتى نستيقظ كل التفاصيل في حالة تبدل سريع في حالة تغير وهذا التبدل والتغير يأتي بنحو وإن كان يبدو جميلا في بعض الأحيان لكنه يأتي في نسق مخالف للفطرة النظيفة وللوجدان السليم كل الذي يجري حولنا يجري بهذه الطريقة فيما يبدو من ظواهر الأمور ومن بواطنها حتى لو جرى الأمر بنحو هادئ وبكيفية حسنة إذا ما تدبرنا فيه وتفحصنا في تفاصيله وفي دواخله وفي الآثار المترتبة على تحقق ذلك الأمر فإننا سنتلمس وجها مخيفا مرعبا يختفي خلف تلك التفاصيل التي تبدو حسنة جميلة هذا هو الواقع الذي نعيش فيه وكل ذلك يشير بدرجة وآخرى إلى أن الحياة تكاد أن تقترب من اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية الحياة أتحدث عن جودتها أتحدث عن خيريتها أتحدث عن بركتها فإن اليوم الذي ينتهي فيه العمر الافتراضي لحياتنا هذه لا يعني أننا سنموت وإنما ستمحق البركة من حياتنا هذا هو الذي أتحدث عنه وهذا هو الذي تتحدث الآيات والروايات عنه نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر